متابعين ومشاهدين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في ليلة من ليالي أنفلد الأوروبية اليوم الأربعاء الموافق 13 يحتضن ملعب أنفلد المواجهة النارية بين فريقين ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح مع ضيفه أتليتكو مدريد ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية بمصابقة دوري أبطال أوروبا بالموسم الجاري 2021-2022 ويدخل ليفربول مواجهة الليلة وهو يحتل المركز الأول في جدوى الترتيب المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط بعدما حقق العلامة الكاملة أول 3 جولات بالفوز على ميلان وبرتو وأتليتكو مدريد على الترتيب في المقابل يحتل أتليتكو مدريد المركز الثاني خلف الرز برصيد 4 نقاط حيث حقق انتصارا وحيدا بالإضافة إلى تعادل فيما سقط أمام ليفربول ويسعى ليفربول بقيادة مدربه يورجان كلوب لتحقيق الفوز على أتليتكو مدريد متسلحا بعملي الأرض والجمهور من أجل حسم تأهلهم مبكرا للدور سمن النهائي مع تبكي جولتين على إصدار السطار على دور المجموعات ويسعى النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول لزيادة سجله التهدفية على المستوى الأوروبي هذا الموسم حيث يأتي في المركز الثاني بقائمة هدافي دور الأبطال برصيد 5 أهداف ونجح ليفربول في الفوز على أتليتكو مدريد بنتيجة 3-2 في المباراة التي جعمتهمها على ملعب واندا مترو بوليتانيو بالجولة الثالثة من دور الأبطال وسوف تنطلق سافرات بداية اللقاء عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والحديثة عشر بتوقيت مكة المكرمة والسنية عشر ليلا بتوقيت الإمارات وسوف تكون كنات بإنسبورت بريميام واحد بنكل المباراة حصريا على الهواء مباشرة وسوف نترككم مع التشكيل المتوقع لكل الفريقين اشتركوا في القناة